اشتركوا في القناة النهاردة هنتعلم طريقة عمل هاف بوت شكله رائع وانا بجد سعيدة جدا جدا بتصميم البوت ده وسعيدة اكتر اني هشاركوا معاكم النهاردة لانه سهل جدا والشيك على الحقيقة بجد شيك جدا جدا الحقيقة اكتر من التصوير وانا عن نفسي ماشي بيه في البيت طول النهار وبجد مريح وبيدفي ولانه ليه نعل خارجي فده بيخليه عملي جدا بس برضو النعل ده حيبقى اختياري لو انتي عاوزة تعمليه من غير نعل ما فيش مشكلة لانه قريدي هنعمل له نعل بالكراشيه فلو انتي ما عندكيش نعل خارجي بس عاوزة تنفيذي معايا البوت ما توقفيش نفسك واعملي البوت بنعل الكراشيه العادي بالنسبة للمقاس البوت ده مقاسه من 38 ل39 واكد تقدري تعمليه باي مقاس والاي سن لانه بيعتمد على حسب مقاس النعل اللي هتبدأي بيه وبعد كده هتكرري معايا نفس الخطوات السهلة اللي هتشوفيها في الفيديو وبالنسبة لطريقة عمل نعل بالكراشيه باي مقاس واضافة نعل خارجيه انا شرحت كل ده بالتفصيل في الفيديو اللي قبل ده على طول فلو انتي بتابعيني الاول مرة هتلاقي لينك الفيديو موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو ده وكمان هيظهر اللينك على يمين الشاشة في نهاية الفيديو هتلاقوه في حرف الاي اللي على يمين الشاشة وكمان هيظهر اللينك بالصورة في نهاية الفيديو ده بس قبل ما نبدأ انا حابة اراحب بالناس الجديدة اللي بتتابعيني وقلهم اهلا بيكم انا لولي واسم القناة قناة كراشيكا فيه على اليوتيوب ولو حابين تفضلوا تتابعوني دايما اضغطوا على كلمة اشتراك او سبسكرايب اسفل الفيديو وكمان على علامة الجرس عشان يوصل لكم تنبيه اول مقدم فيديو جديد وكمان تابعوني من خلال صفحة قناة كراشيكا فيه على الفيسبوك وعلى الانستجرام وكل اللينكات دي هتلاقوها فيه صندوق الوصف اسفل الشاشة ودلوقتي تعالوا نبدأ على طول ونشوف الادوات المطلوبة وطريقة عمل البوت بالناسبة للخيوط اللي هستخدمها فانا هستخدم خيوط إليز لانا جولد والخيوط دي مش متوسطة السمك الخيوط دي السمك بتاعها بيساوي حوالي فتلة ومص او فتلتين من الخيوط متوسطة السمك وهستخدم كمان لعمل الكف او رقبة الهاف بوت هستخدم خيوط اللي هي اسمها خط رمش العين او خط الشعر او خط الفروع على حسب ما بتسميه وهستخدم معاه مقبرة كراشيما اس 3 مليمتر انت بالنسبالك حاولي برضو ان انت تجيبي اي نوع خيط بس يكون بنفس السمك تقريبا او ممكن تستخدمي الخيوط متوسطة السمك المعتادة بس هتشتغل بيها على فتلتين دابل وزي ما وضحت في فيديو النعل ان لو انت مش بتقدر اتميزي سمك الخيط المناسب في الحالة دي هتجيبي الخيط المتعفر عندك وبرضو مع نفس مقاس ابرة الكراشي 3 مليمتر وحتبدأ ان انت تشتغلي معايا بنفس المقاس وبنفس الاعداد والخطوات اللي هشتغل بيها في الفيديو ولو طلع شكل ومقاس النعل تقريبا زي ما انت شايفا معايا فيبقى الخيط اللي عندك سمك ومناسب ولو طلع المقاس اصغر بكتير ففي الحالة دي هتحتاج ان انت تشتغلي على اتنين فتلة بالنسبة للنعل الخارجي هتستخدمي اي نعل كوهدش بتاع شبش بالبيد عندك بس اهم حاجة انه يكون لين عشان نقدر نخيط عليه بسهولة انا من نسبالي بستخدم كوهدش من اللي بيتباع بالمتر وبقصه على مقاس النعل اللي انا عاوز اعمله بالزبط وبرضو وضحت ده بالتفصيل في فيديو النعل اللي قبل ده وكمان انت ممكن تستخدمي اي قماش سميك او حتى فرشة للاحزاء اللي هي بتتباع جهزة فممكن انت تستخدمي اي حاجة عندك لانه انا بشوف ان الهدف من النعل الخارجي بس هو حماية ودعم النعل اللي احنا بنعمله بالكراشي خير حاجة هنحتاجها هي ابرة وفاتلة عادية من بتوع الخياطة ودي هنحتاجها لخياطة النعل ويفضل انها تكون بنفس لون النعل بس انا هنا هستخدم لون ابيض عشان تبقى وضح في التصوير او ممكن انت تستخدمي لو انت مش بتحبي الخياطة ممكن تلزقي نعل الكراشي في النعل الخارجي بالغيرة او باي نوع لازق بس يكون قوي هنبدأ نشوف دلوقتي طريقتي في تحديد مقاس وعمل النعل بس هراجع على الخطوات وهشرح بشكل سريع عشان وقت الفيديو فلو انت بتتبعيني الاول مرة وحستي ان الشرح سريع او مش مفهوم كفاية فمهم جدا ان انت تتفضلي وتتبعي الفيديو القبل ده هتلاقي شرح مفصل اكتر فحنبدأ بطريقة تحديد المقاس النعل وهتجيبي النعل اللي انت عاوزة تعملي زيه بالزبط وهتقيسي طول النعل وبعدين هتطرحي منه عشرة سنتي اللي هو خمسة سنتي من الجزء الامامي وخمسة سنتي من الجزء الخلفي والنتج اللي هيطلع هوا ده هيبقى طول السلسلة اللي انت هتبدأ بيها فانا هنا بالنسبة لمقاس النعل عندي عندي هنا مقاس النعل مقاس طول النعل حوالي تقريبا خمسة وعشرين سنتي فهتدي انه اطرح من الخمسة وعشرين سنتي دول هطرح منهم عشرة سنتي هنا عندي طول النعل خمسة وعشرين فالخمسة وعشرين هطرح منهم عشرة سنتي فالنتج طبعا هيطلع خمستاشر سنتي فده معناه انه انا هبدأ سلسلة بطول خمستاشر سنتي دلوقتي انا هنا بدأت بعمل سلسلة ويفضلت اشتغل لحد ما طول السلسلة وصل عندي لحوالي تقريبا خمستاشر سنتي واهم حاجة وانت بتقيسي السلسلة ان انت تفرديها بشكل معقول بلاش السلسلة تبقى مرتاحة قوي وكمان بلاش تشديها على الاخر حاول ان انت تفرديها بشكل معقول وهنا طول السلسلة زي ما احنا شايفين وصل عندي تقريبا لحوالي خمستاشر سنتي بالنسبة لعدد السلاسل اللي انا بدأت بيها هنا عندي عدد السلاسل 28 سلسلة ودي برضو النقطة التانية المهمة اللي عايز اقول لكم عليها انه مهم جدا انه طول السلاسل او سوري عدد السلاسل عندك يبقى عدد زوجي فلو انت مثلا يعني طل عدد السلاسل عندك مثلا 19 سلسلة فحاول انت تزاودي سلسلة كمان بحيث انه اهم حاجة تبدأي بعدد زوجي من السلاسل بعد ما بنشتغل عدد السلاسل المطلوب هنبتدي نحنا نزود عليهم في الاخر خالص اتنين سلسلة الارتفاع وحنبتدي نشتغل بالخطوات المعتادة لعمل النعل فانا هنا زودت اتنين سلسلة والاثنين سلسلة دول زي ما وضحت قبل كده ملهمش ايه علاقة خالص بعدد السلاسل دول مجرد اتنين سلسلة الارتفاع وحبتدي اروح على السلسلة التالتة وحبتدي اشتغل فيها غرزة عمود بلفة هشتغل في كل السلاسل الموجودة عندي في كل سلسلة منهم هشتغل غرزة عمود بلفة بحيث انه في نهاية السطر سيبقى عندي برضو تمانية وعشرين غرزة عمود وصلت لنهاية السطر وعديت الغرز طول ما انا باشتغل واتاكدت انه عندي في نهاية السطر تمانية وعشرين غرزة عمود وهنا في نفس الغرزة بعد ما اشتغلت غرزة العمود رقم تمانية وعشرين دي عندي هنا السلسلة الاخيرة اشتغلت فيها غرزة العمود رقم 28 ففي نفس السلسلة هشتغل 3 عواميد وهحدد أول عمود من الثلاث عواميد عشان الثلاث عواميد دول هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم التزايد بعد كده فهنا عندي 1 2 3 ده أول عمود وزي ما اشتغلت هنا 28 غرزة عمود فهنا برضو في الجهة المقابلة من السلاسل هبتدي نشتغل 28 غرزة عمود فبعد مخلصت الثلاث عواميد اللي زودتهم في الغرزة الأخيرة هبتدي هروح على الجزء المقابل من السلاسل وهبتدي اشتغل غرزة العمود رقم 1 وهروح على السلسلة اللي بعدها وهشتغل العمود رقم 2 وبرضو هعد طول ما أنا بشتغل عشان أتأكد إنه الغرز عندي صحيحة دي هنا عندي بعد كده الغرزة رقم 3 وحكمل لنهاية السطر بحيث إنه برضو هيبقى عندي 28 غرزة عمود في الجهة المقابلة قربت على نهاية الراوند وهنا اشتغلت غرزة العمود رقم 27 وهروح على الغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة العمود رقم 28 وزي ما اشتغلت هنا في نفس الغرزة الثلاث عمود فهنا برضو في نفس الغرزة اللي اشتغلت فيها غرزة العمود رقم 28 هزود ثلاث عمود في نفس الغرزة وبرضو مهمة جدا انت تستخدمي علامة الغرزة عشان تتأكدي إنه شغلك صحيح فهنا عندي واحد اتنين تلاتة ده اول عمود بدأت بيه في التزايد منيش دعو خالص بال28 غرزة عمود أهم حاجة عندي إنه أحدد بداية عواميد التزايد وهنا خلاص وصلت لنهاية الراوند ولو انت بتطلق بطي برضو مهم جدا تستخدمي علامة الغرز فيه اول غرزة بدأت بيها عشان تبقى عارفة هتقفلي فين فهنا عندي ده ارتفاع الاثنين سلسلة ودي اول غرزة عمود بدأت بيها فهروح بالابرة على اول غرزة عمود وهدخل بالابرة تحت الحلقتين واسحب الخيط واقفل بغرزة منزلقة أنا كده خلصت راوند راقم واحد وحبدأ اشتغل راوند راقم اتنين وحبدأ دلوقتي راجع معاكم فكرة النعل بشكل سريع جدا عشان افكركم بالخطوات فزي ما وضحت في البداية إنه احنا لازم نبدأ بعدد زوجي من السلاسل فالعدد اللي احنا هنبدأ به هنقسمه على قسمين متساويين بحيث إنه الجزء الخلفي من النعل حيبقى بغرزة النص عمود والجزء الامامي من النعل حيبقى بغرزة العمود بلفة فانا هنا بدأت بـ 28 سلسلة وعندي هنا 28 غرزة عمود و28 غرزة عمود في الجزء المقابل فالـ 28 دول هقسمهم على اتنين فحيبقى الناتج عندي 14 فهنا عندي في الجزء الخلفي في عندي 14 غرزة والـ 14 غرزة المقابلين لهم بما فيهم غرز التزايد كل دول هيبقوا بغرزة النص عمود وبعد كده هبتدي تنقل على الجزء الامامي في عندي 14 غرزة وـ 14 غرزة مقابلين لهم بما فيهم غرز التزايد كل ده هيبقى بغرزة العمود بلفة فحنبتدي نطبق الخطوات دي مع بعض انا هنا عندي حبدأ بالجزء الخلفي من النعل احنا هنا دي بداية الجزء الخلفي من النعل فحبتدي اعد نص عدد السلاسل اللي انا بدأت بيها فزي ما وضحت انا عندي نص الـ 28-14 فحبتدي اعد 14 غرزة بس هتبقى بغرزة النص عمود فحرتفع بسلسلة واحدة وحبتدي في نفس الغرزة اللي انا وصلت فيها وارتفعت بسلسلة دي اول غرزة عمود بلفة فحبتدي اعد وحشتغل فيها غرزة نص عمود وحروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة النص عمود رقم اتنين وحبتدي اعد لحد ما اوصل للغرزة رقم 14 ويبقى عندي 14 غرزة نص عمود لست الـ 14 غرزة نص عمود وطبعا عديت الغرز طول ما انا بشتغل وهنا بدأت انه اتنقل على الجزء الامامي من النعل فحبتدي انه انقل على غرزة العمود بلفة فحبتدي اعد من اول هنا الغرزة اللي بعدها على طول هتبقى غرزة عمود بلفة دي هتبقى الغرزة رقم واحد وحروح على الغرزة اللي بعدها وحتبقى الغرزة رقم اتنين وحكمل لحد ما اوصل لغرزة العمود بلفة رقم 14 هنا وصلت لغرز العمود بلفة رقم 14 والشغال بتاعيبه بالشكل دا كده 14 غرز قصة عمود وبعدهم 14 غرز العمود بلفة وهنا وصلت للثلاث غرز اللي هنا بيبدأوا من اول هنا ده عندي هنا واحد اتنين ثلاثة ففيه الثلاث عواميد دول هشتغل فيهم كلهم تزايد بحيث انه عددهم هيبقى ستة عواميد بعد ما خلصت التزايد بحيث عندي ستة عواميد هنا في عندي ال 14 غرزة اللي بعدهم هشتغل فيها 14 غرزة عمود بلفة لاننا طبعا هنا لسه فيه الجزء الامامي من النعل بعد كده هبتدي انقل على الجزء الخلفي من النعل وهشتغل فيه ال 14 غرزة اللي بعدهم غرزة 14 غرزة نص عمود فبعد ما خلصت التزايد هبتدي اعد من اول هنا 14 غرزة كده عندي واحد وحكمل لحد مخلص 14 غرزة عمود بلفة وبعدين اروح على ال 14 غرزة نص عمود اللي بعدهم للجزء الخلفي من النعل خلصت ال 14 غرزة عمود بلفة بعد ذلك أنا قلت على الاربعتاشر غرزة نص عمود ودي آخر غرزة نص عمود عندي وهنا في عندي الثلاث غرز نص عمود بيبدأوا من أول هنا فزي ما اشتغلت هنا تزايد وخلتهم ست عواميد بلفة هشتغل هنا برضو تزايد والمفروض هيبقى برضو عندي ست غرز نص عمود خلصت التزايد في العواميد بعندي ست غرز نص عمود بيبدأوا من أول هنا وهنا خلص وصلت لنهاية الراوند فحبتدي أروح على طول على أول غرزة نص عمود بدأت بيها وحقفل بغرزة منزلقة ومهم جدا جدا أن أنت تبقي عارفة الغرزة اللي هتقفلي فيها وكمان مهم جدا أن أنت تعدي الغرز بتاعتك طول ما أنت بتشتغلي عشان تتأكدي أن شغلك صحيح خلصت كده راوند رقم اتنين وحبدأ راوند رقم تلاتة وبرضو في الاربعتاشر غرزة نص عمود هشتغل أربعتاشر غرزة نص عمود وفي الاربعتاشر غرزة عمود بلفة هشتغل أربعتاشر غرزة عمود بلفة لحد ما وصل لعواميد التزايد فحبدأ أعد من أول هنا هرتفع بسلسلة واحدة وحروح على نفس الغرزة اللي أنا وصلت فيها وارتفعت بسلسلة حتبقى دي أول غرزة نص عمود غرزة رقم واحد والغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود رقم اتنين وهاجم من لغاية نهاية السطر خلصت الاربعتاشر غرزة نص عمود وبعدها منقلت على الاربعتاشر غرزة عمود بلفة وهنا وصلت ليه الجزء اللي فيه عواميد التزايد وانه هشتغل التزايد فيه لست عواميد بحيث انه هيبقى عندي اتناشر غرزة عمود بلفة خلصت غرز التزايد بقى عندي هنا اتناشر غرزة عمود بلفة ودلوقتي هبتدي هروح على الاربعتاشر غرزة عمود بلفة اللي بعدهم هشتغل فيهم اربعتاشر غرزة عمود وبعدين هنقل على الاربعتاشر غرزة نص عمود واشتغل فيهم اربعتاشر غرزة نص عمود وهنا برضو هكرر نفس الخطوات زي ما اشتغلت هنا تزايد في الجزء الامامي برضو هشتغل هنا تزايد في الست غرز نص عمود بحيث انه هيبقى هنا برضو عندي اتناشر غرزة نص عمود بعد كده هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة نص عمود بدأت بيها زي ما وضحت أن هنا بعد ما خلصت غرز التزايد واشتغلت 14 غرزة عمود بلفة وبعدهم اشتغلت 14 غرزة نص عمود وبعدين هنا اشتغلت التزايد في كل الغرز فبقى عندي 12 غرزة نص عمود في الجزء الخلفي من النعل وبعد كده قفلت بغرزة منزلقة في أول غرزة نص عمود بدأت بيا وكده خلصت راوند رقم 3 والمفروض أنه يبقى عندنا بشكل ده كده وعايزة أوضح لو أنت بتعملي البودة لطفل صغير مثلا أقل من 10 سنين فبعد ما تخلصي راوند رقم 3 هتبدأ أن أنت تقيسي على الطفل وتشوفي إذا كان مقاس النعل مناسب ولا لأ لو لقيت أن خلاص الطول وعرض النعل مناسب فهتكتفي بس بتلاتة راوند ومش هتكملي معي لحد راوند رقم 4 فأنا دلوقتي طبعا هبدأ في راوند رقم 4 وبرده هشتغل 14 غرزة نص عمود وبعدين 14 غرزة عمود بلفة وبعدين هنشوف الجزء اللي فيه التزايد بعد ما خلصت اللي 14 غرزة نص عمود وبعدهم اللي 14 غرزة عمود بلفة هنا وصلت ليه إلى 12 غرزة عمود بلفة وحبتدي أنه أفصلهم لقسمين متساويين 6 عمود و6 عمود فحبتدي أعلم دول هنا عندي أول 6 عمود اتنين أربعة ستة أوكي دول أول 6 عمود والستة عمود اللي بعدهم بيبدوا من أول هنا ده أول عمود من الستة عمود اللي بعدهم هنا في عندي اتنين أربعة ستة أوكي والستة اللي بعدهم اتنين أربعة ستة بينتهوا هنا ده العمود الأخير اتنين أربعة ستة أوكي فحبتدي أشتغل في أول ستة عمود تزايد عمود تزايد عمود تزايد عمود تزايد عمود بحيث أنه حيبقى هنا عندي تسة عمود وبعدين الستة عمود اللي بعدهم حبتدي أعكس فحيبقى عمود تزايد عمود تزايد عمود تزايد فبالشكل ده كده أنا حبقى بدأت بالتزايد وانتهيت بالتزايد فحبدأ هنا في أول ستة عمود حشيل العلامة أنا بس بستخدمها للتوضيح وخلاص احنا مش هنحتاج تاني العلامات ده اخر راوند هنستخدم فيه العلامات فحبدأ هنا اول راوند هيبقى تزايد وحروح على العمود اللي بعد هي هشتغل غرزة عمود واحدة بس والعمود اللي بعد هي تزايد وانا هنا خلصت التزايد في الجزء ده وانتهيت باخر غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس تبقى عندي هنا تسع عواميد فحبتدي انقل على الست عواميد اللي بعدهم وحبتدي اعكس مش حبدأ بالتزايد لا حبدأ بغرزة عمود واحدة بس فحبتدي اشتغل عمود تزايد عمود تزايد وهكذا لحد ما يبقى هنا برضو عندي تسع عواميد وانتهي برضو بالتزايد وبعد ما خلصت التزايد في الجزء ده بقى عندي 18 غرزة عمود حبتدي اروح على ال 14 غرزة عمود بلفة واشتغل فيهم 14 عمود وبعدين 14 غرزة نصف عمود وهكرر هنا بالزبط نفس الخطوات زي ما اشتغلت هنا بالزبط بس هتبقى طبعا بغرزة النصف عمود وبعد كده هقفل بغرزة منزلقة خلصت راوند رقم 4 وكده النعلي خلصت عندي بالكامل وبردو عايز اوضح لو انتي بتعملي البود ده لراجل مسلا طبعا بيبقى حجم او عرض القدم عنده اعرض من الجزء الخلفي من النعلي ففي الحالة دي هتشتغلي راوند راكم 4 كله هيبقى بغرزة العمود بلفة دلوقتي بعد ما بنخلص راوند راكم 4 هنبتدي ان احنا نقص الخط وننهي الشغل دلوقتي هبتدي طابق النعلي اللي عملته بالكروشي بالنعلي اللي انا عايزة عامل زيه بالزبط فزي ما احنا شايفين النعليين تقريبا متطبقين يعتبروا تقريبا نفس المقاس زي بعض بالزبط والخطوة اللي بعد كده انه هنبتدي انه نخيط النعلي اللي عملناه بالكروشي في النعلي الخارجي او ممكن انتي تلزقيه لو انتي حابة زي ما وضعت انا ابدأ نشوف دلوقتي طريقة خياطة النعلي انا هنا بس باستخدم اللون الابيض بس عشان اوضح لكم او فكركم تاني بخطوات الخياطة لكن طبعا الافضل انتي تستخدمي لون الخيط يكون بنفس لون النعلي طبعا بعد ما بتعقدي نهاية الخيط بتبدأ ان انتي هنا من عند السنتر او من نص النعلي بتبدأ ان انتي تخياطي فبتدخلي بالابرة من الحلقة الخلفية وبتبدأ ان انتي تمر بيها من الجهة التانية من النعلي وتسحبي الخيط وبعدين بتسيبي مسافة صغيرة جدا وبتطلعي بالابرة من الغرزة التانية اللي بعدها اوكي يبقى انا دي الغرزة اللي انا مريت بيها من الابرة اوكي وبعدين طلعت من الجهة التانية ومررت الابرة من الغرزة اللي بعدها وبعدين حسيب الغرزة دي اوكي انا خلاص هنا مريت من الابرة مريت بالابرة من الغرزة دي فهروح على الغرزة اللي بعدها وحمرر الابرة وامر بيها من الجهة التانية من النعلي وبعدين حسيب مسافة صغيرة جدا واطلع بالابرة من الغرزة اللي بعدها وحكرر نفس الخطوات طبعا تحاول ان انت تشدي الخيط كويس وبعد كده خلاص انا هنا مريت بالابرة فهروح على الغرزة اللي بعدها وادخل هنا واسحب الخيط واسيب مسافة صغيرة جدا ده لو انت مش حابة ان الخياطة تبان لكن لو انت حابة انه او لو انت ما عنديكيش مشكلة انه الخياطة تبان اوكي خياطي بالطريقة السهلة عليكي انا هنا بس بوضح لو انت حابة تخياطي بطريقة بحيث ان هي ما تبقاش باينة من النعلي الخارجي اوكي انا هنا خلاص مريت بالابرة من الغرزة دي فحاسبها واروح على الغرزة اللي بعدها خلصت تثبيت النعل وزي ما احنا شايفين من الظهر مش باين اثر واضح للخياطة وبس الفراغات السوارة النتجة عن تمرير الابرة والخطوة اللي بعد كده انه هنبتدي نشتغل اتنين راوند من غرزة الحشو هنبدأ دلوقتي نشتغل راوند بغرزة الحشو كل شغلان زي ما وضحت هيبقى في الحلقة الامامية دي هنا عندي الحلقة اللي احنا سبتنا بيها النعل ودي الحلقة هتبقى واضحة قدامنا في الشغل دي الحلقة الامامية دي اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها وحنبتدي ان احنا نحدد السنتر من الجزء الخلفي من النعل فهندخل هنا مثلا بالابرة ونبتدي نسحب الخيط ونرتفع بسلسلة وفي نفس الغرزة هنشتغل اول غرزة حشو وحنروح على الغرزة اللي بعدها طبعا اول وتاني راوند يعني شوية حيبقوا رخمين شوية في الشغل بس بعد كده بقية شغلين حيبقى في منتهى السهولة هروح على الغرزة اللي بعدها دي الغرزة التالتة خلست اول راوند بغرزة الحشوة بالنسبة لعدد الغرز اجمالي عدد الغرز هنا عندي اتنين وتسعين فانا جماعت عدد السلاسل اللي انا بدأت بهم وضربتهم في اتنين لانه عندي هنا ثمانية وعشرين وتمانية وعشرين على الجانب المقابل واخر عدد وصلت له من التزاج ذات كان تمنتاشر في الجزء الامامي وتمنتاشر في الجزء الخلفي فتمانية وعشرين تمانية وعشرين وتمنتاشر وتمنتاشر طلع عدد الغرز عندي اتنين وتسعين وبرضو عديت الغرز طول ما انا بشتغل اول راوند بغرزة الحشوة عشان اتأكد انه شغلي صحيح. فانا هنا خلاص بعد ما وصلت ليه غرزة الحشو رقم اتنين وتسعين. هروح على اول غرزة حشو بدأت بيها. وحقفل بغرزة منزلقة. والخطوة اللي بعد كده انه هرتفع بسلسلة. وحشتغل كمان راوند بي غرزة الحشو. ففي نفس الغرزة اللي انا وصلت فيها وارتفعت بسلسلة هشتغل اول غرزة حشو. وبرضو مهم جدا جدا البنات اللي بتتلخبط ان هما يعدوا الغرز طول مهمة بيشتغلوا عشان مبقاش في غرز زيادة. وكمان تستخدمي علامة الغرز عشان تبقي عارفة اول غرزة هتقفلي فيها لو انت بتتلخبطي. وصلت لنهاية راوند رقم اتنين وتأكدت انه عدد الغرز عندي ثابت وحاقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو بدأت بيها. وانا كده خلصت اتنين من غرزة الحشو والشغل بتاعي بيقبل شكل ده كده. والخطوة اللي بعد كده انه حبتدي اقسم النعل بالطريقة دي كده. مش لازم انه اعد الغرز ولا اي حاجة. وحبتدي انه احدد بس او اعلم اول تمن غرز اللي هما في مقدمة النعل. اوكي. فحبتدي انه اقسم بالطريقة دي كده. وحبتدي احاول انه افصل التمن غرز اللي في المقدمة. فحبتدي اعد هنا مسلا من هنا في عندي كده في عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. فدول هنا عندي اربع غرز. وحبتدي اعد من اول هنا. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. دي هنا الغرزة رقم تمانية. فانا كده حددت التمن غرز اللي في المقدمة. هنراجعهم تاني مع بعض. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. انا فصلت اول تمان غرز اللي في مقدمة النعل. والخطوة اللي بعد كده انه حبتدي اكمل بغرزة الحشو. حبدأ اراوند جديد. وحفضل اشتغل بغرزة الحشو لحد ما وصل لاول غرزة من التمنية اللي انا علمتهم. دلوقتي يعني هنا بدأت اشتغل بغرزة الحشو لحد ما وصلت ليه الغرزة اللي فيها الاعلام اللي هي اول غرزة من التمن غرز. واللي احنا هنعمله دلوقتي انه هنبتدي نشتغل تناقص في التمن غرز دول بحيس انه عددهم هيبقى بدل تمن غرز هيبقوا اربعة بس. والحاجة التانية كمان المهمة انه هيبقى التناقص بغرزة العمود بلفة مش بغرزة الحشو. فاحنا هنا اشتغلنا بغرزة الحشو بس هنشتغل تناقص في التمن غرز دول بغرزة العمود بلفة. فحنبدأ نشتغل تناقص في اول غرزتين من التمانية. وحلف الخيط وحبتدي اشتغل عادي خالص تناقص بغرزة العمود بلفة. فحروح عند اول غرزة وحبتدي اشتغل غرزة عمود بلفة بس مش هكملها الاخر. وحطلع من حلقتين بس. وبعدين هروح على الغرزة اللي بعدها. هلف الخيط واروح على الغرزة اللي بعدها. وحتخل بالابرة واسحب الخيط. والف الخيط باطلع من حلقتين بس. كده فضل عندي ثلاث حلقت فوق على الابرة. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الابرة. وانا كده الغرزتين خلتهم غرزة واحدة بس وده حرف البي للغرزتين اللي حصل فيهم تناقص. بعد كده هروح على الغرزتين اللي بعدهم هنا عندي الغرزتين اللي بعدهم هشتغل فيهم تناقص بغرزة العمود حلف الخيط واطلع من حلقتين ولف الخيط واروح على الغرزة اللي بعدها واطلع من حلقتين هيفضل عندي تلات حلقات فوق على الابرة حلف الخيط واطلع من كل الحلقات انا كده اشتغلت تناقص في الغرزتين اللي بعدهم فكده بعندي واحد اتنين وهروح على الغرزتين اللي بعدهم تناقص بغرزة العمود حلف الخيط وهروح على الغرزة اللي بعدها والف الخيط واطلع من كل الحلقات كده فضل عندي تلات حلقات هطلع من كل الحلقات الموجودة انا كده عدد الغرز با عندي تلاتة واحد اتنين تلاتة وفضل عندي اخر غرزتين الغرزة دي والغرزة اللي فيها العلامة فهشتغل فيهم تناقص اخر تناقص عندي في ده اول غرزة والغرزة اللي بعدها وهطلع من التلات حلقات الموجودين على الابرة وبرضو هعلم الغرزة الاخيرة فانا كده بقى عندي التمن غرز بقى اربعة بس بغرزة العمود بلفة كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة دايما عينينا على حرف الفي عشان ما نتلخبطش وبعد ما خلصت التناقص ناخد بالنا دي غرزة الحشو اللي بعدهم على طول فهبتدي اشتغل فيها عادي خالص غرزة حشو هارجع تاني اشتغل بغرزة الحشو زي ما بدأت بغرزة الحشو اشتغلت هنا بس تناقص بغرزة العمود بلفة فهارجع تاني في الجهة المقابلة اشتغل غرزة حشو في كل الغرز الموجودة عندي لحد ما وصل ليه نهاية الراوند بعدين اقفل بغرزة منزلقة وصلت لنهاية الراوند ودي هنا عندي غرزة المنزلقة اللي قفلت بيها في الراوند القبلي ودي اول غرزة حشو بدأت بيها فحتجاهل كل الجزء ده وحقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو بدأت بيها وبأكد برضو مهم جدا جدا ان انت لو بتطلخبطي ان انت تستخدمي علامة الغرز في اول غرزة بدأت بيها عشان تبقى عارفة هتقفلي فين مطول بعد كده برضو هكرر نفس الخطوات هرتفع بسلسلة وفي نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها هشتغل غرزة حشو وبردو هكمل بغرزة الحشو وحفضل اشتغل بغرزة الحشو بس المرة دي حفضل اشتغل لحد ما وصل ليه هنا في عندي اول غرزة انا عملت فيها تناقص هنا بعندي اربع غرز ده اول غرزة منهم فانا حفضل اشتغل بغرزة الحشو لحد ما وصل ليه الغرزتين اللي قبل الغرزة اللي فيها التناقص فانا حفضل اشتغل بغرزة الحشو لحد هنا لحد ما يفضل عندي الغرزتين اللي قبل الغرزة اللي فيها التناقص زي ما وضحت انا بضلت اشتغل بغرزة الحشو لحد ما وصلت ليه الغرزتين اللي قبل الغرزة اللي فيها التناقص ده هنا عندي الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها التناقص ودي الغرزتين اللي قبلهم وزي ما انت توقعتي بالزبط انه هنبتدي نشتغل هنا تناقص في الغرزتين دول بس بغرزة العمود بلفها فهروح على الغرزتين وهي هبتدي اشتغل اول غرزة عمود وحلف الخيط واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل العمود التاني والف الخيط واطلع من كل الحلقات وهعلم الغرزة اللي انا اشتغلت فيها التناقص خلاص بقوموا غرزة واحدة اكي وحروح على الغرزة اللي بعدها وهبتدي اشتغل تناقص سوري هروح على الغرزتين اللي بعدهم ناخد بالنا احنا هنا خلاص اشتغلنا التناقص وده هنا عندي الغرزتين اللي بعدهم فالغرزتين اللي بعدهم هشتغل فيهم تناقص بغرزة العمود دي هتبقى الغرزة التانية من التناقص فانا كده اشتغلت غرزة كده واحد اتنين وهروح على الغرزتين اللي بعدهم انا هنا المفروض كان عندي اربع غرز بس فانا خدت غرزتين قبلهم وبعدين الغرزتين اللي كان فيهم التناقص ودول الغرزتين اللي بعدهم فهشتغل فيهم تناقص هنا وصلت لغرزتين الحشو اللي بعد التناقص فزي ما خدت معي غرزتين الحشو اللي كانوا هنا قبل التناقص واشتغلت فيهم تناقص بغرزة العمود بلفة فهنا برضو في غرزتين الحشو اللي بعد التناقص هاخدهم معي وهشتغل فيهم تناقص بغرزة العمود فدي اول غرزة ودي الغرزة اللي بعدها وحسحب الخيط وهعلم اخر تناقص عندي يبقى احنا اشتغلنا تناقص في الاربع غرز بس خدنا معاهم الغرزتين الحشو اللي قبلهم وغرزتين الحشو اللي بعدهم وحنلاحظ هنا برضو انه عدد الغرز عندنا بقى اربع عواميد هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة دايما عينيكي على حرف الفي بعد ما خلصت التناقص الاخير حبتدي اكمل عادي خالص زي ما احنا عارفين بغرزة الحشو في كل الغرز اللي بقي عندي لحد ما وصل لنهاية الراوند واقفل بغرزة منزلقة اللي بعدي هشتغل بغرزة التناقص هكرر اللي سوري هشتغل بغرزة الحشو هكرر نفس الخطوات بالزبط لحد برضو ما ما اوصل للغرزتين اللي قبل التناقص فهنا دي عندي اول غرزة من التناقص فحفظة لاشتغل بغرزة الحشو لحد ما وصل للغرزتين اللي قبلهم وكرر فيهم نفس الخطوات بعد ما كملت بغرزة الحشو قفلت الراوند بدأت راوند جديد بغرزة الحشو وفضلت اشتغل بغرزة الحشو لحد برضو ما وصلت للغرزتين اللي قبل الغرزة اللي فيها التناقص فناخد بالنا دي هنا عندي اخر غرزة حشو اشتغلتها ودي الغرزتين اللي قبل التناقص ودي عندي اول غرزة فيها التناقص من الاربع غرز اللي في المقدمة فبردو هكرر نفس الخطوات وحاروح على الغرزتين اللي بعدها هناخد بالنا احنا هنا خلاص اشتغلنا تناقص فعندي هنا دول الغرزتين اللي بعدهم فدي كده عندي الغرزة رقم واحد والغرزة رقم اتنين هنلاحظ انه غرز التناقص مفروض ان هي هتبدل سابتة معانا اربع ورز بس فانا هنا خلاص اشتغلت تناقص فحاروح على الغرزتين اللي بعدهم وحشيل العلامة وانا هنا خلاص اشتغلت هنا فدول عندي ناخد بالنا دول غرزتين التناقص اللي بعدهم فحبتدي اشتغل تناقص واهم حاجة كمان انه نضيق ايدينا جدا واحنا بنشتغل التناقص عشان الغرز تبقى مضموة بقاش فيه اي فراغات اوكي فانا كده عندي الغرزة رقم واحد ودي الغرزة رقم اتنين ودي الغرزة رقم تلاتة انا كده المفروض غرز التناقص خلصت عندي هكمالهم اربعة بانه هاخد معايا غرزتين الحشو اللي بعد التناقص فزي ما اشتغلت هنا تناقص في غرزتين الحشو اللي قبلهم فهنا برضو عندي في غرزتين الحشو اللي بعدهم هاخد تناقص وناخد بالنا دي هنا عندي الغرزة دي احنا خلاص خدناها معانا قريدي فغرزتين الحشو اللي بعدهم هما دول الغرزتين اللي احنا هنشتغل عليهم التناقص وزي ما احنا شايفين بدأ الشغل بتاعي يبقى بالشكل ده كده واحنا كل اللي هنعمله انه حنفضل نكرر نفس الخطوات وهي الفكرة كلها انه انت بتفضلي تشتغلي بغرزة الحشو لحد ما توصلي للغرزتين اللي قبل التناقص هنا الغرزتين اللي قبل التناقص وبعدين بتشتغلي فيهم تناقص فبتخليهم غرزة واحدة بس بيبقى بغرزة العمود بلفة بعدين بتروحي على الاربع عمود اللي بعدهم بتشتغلي فيهم تناقص بغرزة العمود بلفة فبيبقى عددهم عمودين بس وبعدين بتروحي على غرزتين الحشو اللي بعدهم بتشتغلي فيهم تناقص فبيبقى عددهم غرزة عمود واحدة بس وبيفضل هنا ثابت عندك اربع غرز عمود بلفة هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين بترجع تاني تكملي بغرزة الحشو الغايد نهاية الراوند وبتفضلي تكرار نفس الخطوات لحد ما يبتدي انه الجزء ده يزيد معاك ويغطي وش القدم تقريبا اهم حاجة وانت بتشتغلي طبعا تبقي عارفة ان انت تشتغلي التناقص بشكل صحيح وتبقي عارفة غرزتين الحشو اللي قبل التناقص واللي بعديه عشان شغلك يبقى صحيح مبقاش فيه اي اخطاء الحاجة التانية المهمة كمان انه تبقي عارفة غرزة الحشو اللي حتقفلي فيها عشان ما حصلش عندك تزايد فيه الورز لانه دايماً بنات بتشتغل في غرزة المنزلقة وبتزاود فيه الورز ففي الحالة دي هتلاقي انه البوت عمالي يوسع معاك والغرز مش بتلم ده نتيجة ان انت عندك تزايد فيه الورز فمهم جداً جداً ان انت تلتزمي بعلامة الغرز حتى لو طريتي ان انت تحطي علامة فيه الغرزة الاخيرة والغرزة الاولى ما فيش مشكلة استخدمي اي طريقة المهم ان انت شغلك يبقى صحيح الخطوة اللي بعد كده انه طبعاً انت ممكن تسيبي السليبر بالشكل ده كده بحيث انه هي هنه هيبقى زي الشوز برضو هيبقى شكله جميل جداً وعملي وبرضو ممكن ان انت تعملي كفة او رقبة للسليبر ويبقى عبارة عن هاف بوت وطبعاً ليكي الحرية في ان انت تعملي رقبة الهاف بوت باي شكل و باي غرزة انت عاوزيها ممكن تفضلي ترتفع بعواميد ممكن تعملي مثلاً غرزة بلسي بريد امامي وبريد خالفي فتقدري تعملي الكف باي شكل و باي غرزة انت حباها هنه دلوقتي هبتدي اشتغل راوند من غرزة الحشو في كل الغرز الموجودة عندي هبتدي اوصل الخيط رمش العين وبنصح لو انت مبتدئة او ان انت بتتلخبطي ومش بتعرفي تشتغلي بالخيط ده انصحك ان انت تشتغلي بالخيط العادي لانه الخيط ده صعب جداً انت لو غلطتي صعب ان انت تركيه هبتدي ادخل بالابرة هنا في نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة وابتدي اسحب الخيط وحرتفع بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وده هيبقى اول غرزة عمود عندي فحسيب الغرزة اللي انا ارتفعت من عندها وحروح على طول على الغرزة اللي بعدها وهاخد معايا بواقي الخيط هاخد معايا الخيط الزايدة وهروح على الغرزة اللي بعدها وهاشتغل غرزة عمود وهروح على الغرزة اللي بعدها وهكمل راوند بغرزة العمود بالعفة خلصت راوند بغرزة العمود بالعفة مع خيط الشعر وحقفل بغرزة منزلقة في سلسلة الثالثة من اول ثلاث سلاسل بدأت بيهم وبعد كده هقص الخيط وان هي الشغل وزي ما احنا شايفين انه من راوند واحد بس بالخيط ده داني كسافة اعتبر نوعا ما عالية فانت ممكن انت تكملي كل راوندات بخيط الرمش ما فيش مشكلة بس انا لقيت انه لو اشتغلت الرقبة كلها بخيط الرمش هيبقى كسيف جدا بشكل زيادة انا ما كنتش حابة لشكل ده لكن لو انت حابة تعملي الكف كله بخيط الرمش برضو دي حاجة هترجعلك ما فيش مشكلة انا بالنسبالي اشتغل راوندات بغرزة العمود بلفة بس راوند بخيط الرمش وراوند بالخيط العادي فانا دلوقتي حابدأ وحوصل الخيط وبنصح جدا ان انت تعدي الغرز بتاعتك في الراوند اللي احنا اشتغلناه بغرزة الحشو عشان تتأكدي انه عدد الغرز عندك ثابت وانا ما فيش اي زيادة او نقص في الورس انا هنا هرتفع بتلات سلاسل بالخيط العادي خلصت البوت وزي ما وضحت انا فيه الرقبات واشتغلت راوندات من غرزة العمود بلفة بس راوند بخيط الشعر والراوند اللي بعديه بالخيط العادي والراوند اللي بعديه بخيط الشعر وعكزا وبالنسبة لعدد الراوندات اللي بخيط الشعر هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس راوندات بخيط الشعر طبعا بما فيهم الراوند الاخير وبالنسبة لعدد الراوندات اللي بالخيط العادي هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وطبعا لو انت حابة ان انت تعملي رقبة البوت اعلى من كده وبرضو تشتغلي راوندات من خيط الشعر مع الخيط العادي برضو هيبقى شكلها جميل جدا جدا وزي ما احنا شايفين انه كمية الخيط اللي فضلت عندي تعتبر كمية كويسة جدا لانه البوت ده مش بيستهلك خيط كتير فتقدر ان انت تعملي رقبة البوت اعلى من كده لو انت حابة واحنا كده خلاص خلصنا شغلنا ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه انا بشكركم جدا جدا للمتابعة واستنوني ان شاء الله لسه في فيديوهات اكتر والسلام عليكم ورحمة الله